السلام عليكم كل سنة وانتو طيبين تعالوا نشوف كده جولة سريعة مع بعض في فيبر ون ونشوف مع بعض الاسعار انا عايز اقول لكم اننا الفيديو ده مصورها لكم بارح يعني يلي ليت رمضان او وقفت رمضان زي ما الناس بتقول بس وقلت بقى الحق انا نصرها لكم عشان اللي نقصوا حاجاتي رح يجبها او عايز يشوف الاسعار في ناس كتير قوي بتحبيت تتفرج حاولت اصور لكم بقى العروض والحاجات ايه والاسعار الكاتشب ده يا جماعة حلو قوي احنا بنستخدمه وكنوا عاملين منه كيلو بستة وعشرين ونص فحلو جدا وموفر قوي عشان المركات التانية مغلية قوي فده حلو جدا وهيكفي معيك الشهر اظن واكتر كمان كنوا عاملين عارضة على الفول ده كمان الاتنين بخمسة وعشرين فكان حالو قوي وخمسة وعشرين جنيه ونص فانا يعني بصوا الدنيا كانت زحمة بطريقة انتو مش تتخيلوها انا حاولت برس اصور لكم الحاجات اللي عليها عروض عايز اقول لكم رشدي الميزان بقت غالية قوي بقت تراتة وستين جنيه ونص فغالية جدا اسمه ايه وكمان اللي صورت لكم البوادي كانت بحوالي او ستة وستين جنيه ونص بس ودي برضو صصات دي شي في برضو اللي انا صورت لكم منه الكاتشب عايز اقول لكم ان بجد البرند ده لسه طلع مش بقى له كتير يعني بس حلوه حكته بتبقى حلوه هو المايونيز بتاعه بس اللي ما بيبقاش احلى حاجة لو هجي بيه تحطيه في اكل او كده بيبقى عادي لكن لو هتكليل واحده مش احلى حاجة فيه لكن المسترده فيها حلو والبربيكيو فيه حلو والكاتشب فيه حلو جدا بس فكنت بقى بصور لكم الصوصات اللي كانت موجودة وكده بجد عذروني لو ما عارفتش عملكوا جولة كبيرة بس ان شاء الله هروح وملكوا جولة كبيرة واكتبولي اي جولة انتو عايزيني اروح لكو فيها بس الدنيا بجد جد زحمة قوي فحاولت اصول لكم الحاجات اللي كانت كويسة هناك وتنفع لرمضان كانوا عاملين المخل ده كان بـ 51-75 قرش فكان حلو وكان كبير والديق ده لمتنا كانت 24 ونص ديق لمتنا حلو قوي والديق بتاعه كويس وطبعا 5 ستار ده حلو بس هو اغلى منه كان بـ 30 بس احنا لمتنا جربناه كذا مرة وكانه حلو يعني بس وصورت لكم بقى السكر ده ده سكر بقى انت ممكن تسيبه في الكيس بتاعه عشان فيه مكان انت تحط منه كان بـ 21-75 قرش وكيس زمزم ده 23 جنيه بس والذبيب الحلو ده اللي هو بتحط في الأكل كان بـ 50 جنيه اعتبر واللي هو الزبيب العادي كان بـ 84 جنيه بس وبصوا الرز البسمتي ده بقى كانوا عاملين برضو عليه عرض يعني سعره حلو بس الحباية بتاعته مش حلوة حباية قصيرة احلى الرز الجبيلي وفعلا يطلع معاكي تحفة الرز البسمتي الحباية تطويلة كانوا عاملين بقى الوراك دي كانوا وركينه معام دبوز على حسب طبعا الميزان وكانت 94 جنيه بالضبط البط دي بقى كان نكيله فيها 125 و95 ارش وكان كل البط ده يعني بيتروح أسعاره من 300 بقى وحاجة 625 فيه 330 يعني 300 وانتي طالعة وبالنسبة هو مش بط بلدي جماعة ده بط أبيض فكده سعره يعني كويس البط البلدي دلوقتي وسر سعره 600 جنيه بس بصوا بقى انا طلعت بقى من هايبر عشان بقى دي كان زحمة قوي المكان ده لقيته اما تطلعوا كده من هايبر من فوق من ناحية المنظفات هتلاقوا المكان ده في الشوقو ده هايبر 6 اكتوبر عايز أقول لكم ان الحاجات دي تحفى لو جبتي عندي الكرسي زي دول كده وجبتي عليها بقى ده حلوة جدا وكانت سعرها بمية حاجة وسبعين تقريبا اللي هي عليها شكل رمضان وهبريكو اشكال تانية دلوقتي ارخص وبصوا اسعار الكرسي بصوا دي واحدة لوحدها يعني دي انا ما عايزك تشتري واحدة لوحدها مش مصند وضهر مع بعض عشان في ناس كيترقوا بتدور على الحاجات دي عشان دي مية 29 دي اللي هي لوحدها مش مع بعض بصوا دي عجبتني اوي احلى كمان من اشكال رمضان واتنفع معيكي على طول مش في رمضان بس فكان شكلها جميل والوانها حلوة اوي كان في رمضي والفوشيه دا بص كانت ببضو مية 29 انا حاسة دي احسن عشان دي مصند وضهر مع بعضه كانت مية 29 التاني كانت لوحدها وكانت مية 29 بردو دي بقى البين باج كانت سعرها ستمية وخمسين بدل تسعمية فالغويها اوي يبقى بنسبالها الوفر ده حلو صراحة عايزة اقول لكم ان هي اصل تبقى مريحة جدا في القاعدة فلو حد عنده بلكونة او كده انتبه حلوة قوي معي ولو عندكم مثلا في الشالي بتاعكم محتاجين واحد فكده السعرها حلوة قوي بس فقلت بقى اواريكم الاسعار الموجودة بقرة كده بتقوليه برضو يعني ايه رأيكم التربيدة دي يا جماعة كده 95 جنيه فكده اللقطة يعتبر ودي كانت بـ 105 مش عارف ايه الفرق بينهم ما انه حساهم واحد يعني بس هو فيه فرق في السعر يعني يعتبر 10 جنيه دي بقى تشكلت الكراسي البقية وانا مواريكم كده الاسعار زي ما انتم شايفين بجد الكراسي هناك الخيمة بتاعتها حلوة قوي وكانت طحفة ما تنسوش بقى تقوليه ايه رأيكم في الفيديو الجولة السريعة وتكتبوه وتعمليه لايك وتكتبوه رأيكم في الكومنتين